ما أصل المشاكل التي حصلت مع طلاب الشهادات الثانوية في مناطق شمال سوريا المحررة؟ والحق تعرض هؤلاء الطلاب للظلم وخاصة في مادة الرياضيات؟ وهل المجالس المحلية راضية عن هذا الأداء؟ كل هذا وأكثر نتناول في حلقتنا اليوم من برنامجكم قضايا تفاجأ طلاب الشهادات الثانوية لهذا العام بأسئلة كثيرة من خارج المنهاج الذي يدرسونه وخاصة في مادة الرياضيات لعلهم سعوا في هذه السنة لتقديم شهاداتهم في المجالس المحلية لكنهم تفاجأوا بهذا التغيير الكبير للحوار والحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستقبل معا ضيفينا العزيزين الأستاذ محمد صباح أحميدي نقيب المعلمين فرع حلب في نقابة المعلمين الأحرار والأستاذ حسين الخلاف مدرس رياضيات لطلاب الثانوية العامة أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين مشاهدي الأعزاء سنتوقف معا لمشاهدة هذا الاستطلاع ثم سنعود لمناقشة موضوع حلقتنا الامتحان كان واجهنا فيه صعوبة بثبيرة لأنه كان شيء كنا فكرين شيء ومدرسين لشيء وجاء أسئلة غير شيء وجاءت أسئلة ما يأسلت رياضيات درسنا وجاءت أسئلة تيوز أسئلة كثير صعبة يعني ضربونة بالعربي أنه بالامتحان والأجواء كانت يعني متوترة كثير أسئلة جونا كلهم تقريبا لعنا رياضيات إجاء نص من خارج منهاج ونص من منهاج يعني بس اللي بحسن يقدم ولي حفظا ولي ماشي حال بحسن يخلص حال من رياضيات ونحن تقريبا لعنا رياضيات كثير بس رياضيات صعبت على شوية مشكلة فيها ها هي رياضيات بحضر أستاذي أكيد فيها سئلة صعبة وكيد فيها سئلة مبالغ فيها بس بنسبة لأسئلة برات المنهاج ما شفت أي شيء بنسبة لأي كخصوصة يعني اسئلة بالنسبة للدارس كثير وعضاء ما فيها أي صعوبة في صعوبة وفي يعني اسئلة كمان مبالغ فيها بس مثل ما أتلك بنسبة للدارس يعني ما عنده أي مشكلة مطالبكم مطالبنا يعني مثل شو مطالبنا بس أنه يكون التصيح دقيق التصيح الأجوب يكون دقيق يعني يعني فيه كثير مشاكل صارت في سنوات الماضية يعني من التصيح من ال يعني أكثر طلاب يعني رسبت بسبب التصيح الغالث والخطأ أهلا وسهلا بكم مشاهدي العزاء أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين شاهدنا معنا معا هذا الاستطلاع لو تحدثنا أستاذ محمد عن كيف تجري الامتحانات لطلاب الثانوية وخاصة في المجالس المحلية أولا أتوجه بالعزاء إلى طلابنا وإلى أهاليهم وإلى التعليم عموما في مصيبة الامتحانات وقلوا أعظم الله أجركم سيدي الكريم أي عملية وأي مشروع يجب أن يقوم على أسس وقواعد ومتينة وقوية واليوم الأسس التي يقوم عليها التعليم هي أسس هشة وضعيفة ابتداء من المدارس إلى المناهج إلى النظام الداخلي إلى المعلمين وما يمعانونهم فمن الطبيعي أن تكون مخرجات هذه العملية التعليمية هي مخرجات هشة وضعيفة وذوما نشاهد هذه النتائج في العملية الامتحانية في نهاية كل عام وهذه المشاكل تكاد تتكرر أحيانا وبصورة أخرى بين عام وآخر إذا تحدثنا بداية عن التجهيز للامتحانات يتم التسجيل في مديريات التربية التابعة للامتحانات اليوم يوجد 19 مديري التربية موجودة في المناطق المحررة وهذا مخالف للمعايير هذه المناطق مثلا كمحافظة حلب 19 مديري التربية عندنا الآن نعم نعم يعني محافظة حلب الأسيرة المحتلة أعادكم الله وإيانا إليها آمين هذه كانت فيها مديري التربية واحدة فقط ويوجد فيها دوائر فرعية وتوجد فيها دائرة امتحانات واحدة فقط تشمل محافظة حلب التي كانت أعداد سكانه حوالي 6 ملايين نسمة اليوم في هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة توجد 19 مديري التربية ولا توجد دوائر فرعية ولا توجد دائرة امتحانات واحدة فقط على الإطلاق إنما تدار عملية امتحانية من قبل المنسقين الأتراك بالتعاون مع مديريات التربية الموجودة في تركيا اليوم المديريات التربية الموجودة لا إشرافة لها على الإطلاق ولا المجالس المحلية فقط بالاسم على العملية الامتحانية إذن هذه عملية الإدارة هل تناسب الناس عندنا الآن؟ يا سيدي الكريم لا توجد مرجعية للتعليم نحن في مطالبنا كنقابة معلمين صلتنا الضوء على قضية الامتحانات وعلى قضية المرجعية في التعليم يعني الأسئلة تكتب في تركيا ومن يكتب الأسئلة لا نعلم ولا ندري الأوراق تصحح في تركيا سنأتي إلى هذا الموضوع من ناحية إجراءات الامتحانات أو التجهيز الإداري هل الوضع الإداري يجهز بالكامل من ناحية 19 مديرية تربية موجودة عندنا الآن؟ هل هذا شيء طبيعي؟ طبعا شيء غير طبيعي يعني هل يمكن القول كل يغني على ليلة؟ هل يطلق هذا المثل علينا في الوقت الحالي بالنسبة للتعليم؟ اليوم عمل مديريات التربية هي فقط ميسر عمله هي أساسي هي عملية مديريات التربية يجب أن تكون هي مشرفة إشراف تام على العملية الامتحانية اليوم عملها هي فقط ميسرة نعم أستاذ حسين لو تحدثنا تكرما هل مستوى أسئلة الرياضيات لطلاب الثانوية في المجالس المحلية لهذا العام 2023 متناسبة معهم؟ أو تفصل لنا أكثر؟ حتى تكون معلوماتنا دقيقة بالنسبة لأسئلة الرياضيات عدد الأسئلة 50 سؤال الأسئلة التي تعتبر خارجية أو غير مألوفة بالنسبة للطلاب عددها 12 سؤال وهو عدد كبير جدا سؤال واحد فقط من هذه الأسئلة يكفي أن ينسوا في العملية الامتحانية كاملا لأن هذا السؤال سيؤثر تأثيرا سلبيا وبشكل كبير جدا على الطلاب وأنا عاينت وشاهدت بيوم عيني طلاب مجتهدين من التوب ون في المنطقة كانوا سينسحبون من الامتحان بسبب هذه المهزلة التي حصلت بالنسبة لأسئلة الرياضية الأسئلة 12 سؤال خارجي الوقت لم يكن كافي نهائيا طبعا كما نعلم جميعا تعتبر الجلسة الأولى في الامتحان لمجالس المحلية يقدم الطالب فيها ثلاث مواد هي الرياضيات والإسلامية واللغة التركية تسلم هذه المواد جميعا للطالب مدة الامتحان ثلاث ساعة فقط مادة الرياضيات تحتاج كأحد أدنى إلى ساعتين ونصف والمادتين الباقيتين سيبقى لهم نصف ساعة فقط إذن هنا الطالب لو تحدثنا بتفصيل أكثر عن أسئلة الرياضيات بالتحديد بالنسبة لأسئلة الرياضيات المشكلة الأولى كانت في موضوع الأسئلة الخارجية المشكلة الأخرى كانت في موضوع الوقت مثل ما تكلمنا المشكلة الثالثة والأساسية هي توزيع الأسئلة على المنهج لدينا في الرياضيات ثلاث كتب تحليل وجبر وهندسة المفروض أن توزع هذه الأسئلة على الكتب الثلاثة بشيء من العدل تفاجأنا أن هناك أبحاث عليها أسئلة كثيرة جدا مثل بحث النهايات كان علي 12 سؤال بحث الاحتمالات علي 9 أسئلة بحث العقادية الجزء الأخير من العقادية الذي كان محذوب في جميع السنوات الماضية وتفاجأنا كمدرسين أن طلب هذا العام ورغم كل الظروف والمآسي التي حصلت كان عدد الأسئلة من ثلاث أبحاث 25 سؤال عدد الأبحاث الكل في الرياضيات 14 بحث يعني ثلاث أبحاث نصف الأسئلة وباقي الأبحاث النصف الآخر هذا توزيع إذن لم تعتمد هذه الأسئلة على مقاييس الاختبارات التربوية في توزيع الأسئلة بشكل متوازن إنما كانت عشوائية أخي الكريم يوجد أبحاث كاملة لا يوجد عليها ولا سؤال درسها الطالب وتعب عليه وقدم نمازج امتحاني عليها مثل القطع الناقص القطع الزائد والمستقيم بحث المستوي يوجد عليه سؤال واحد فقط لم يكن توزيع الأسئلة متناسب أبدا وكأن من اختار الأسئلة هو غير مختصة سنعود للحديث عن موضوع الأسئلة والتناسبها مع الوقت لكن أتوجه بالسؤال للأستاذ محمد أستاذنا لو تحدثني بشكل مفصل عن آلية وجود ثلاث مواد دراسية أو ثلاث امتحانات لثلاثة مواد في وقت واحد يعني من المعلوم في وقت سابق أو في امتحانات أخرى مادة الرياضيات يمكن كما قال الأستاذ حسين لها ثلاث ساعة ونصف ليس فقط ثلاث ساعة الآن ثلاث مواد في ثلاث ساعات كيف يوزع الجدول على أي أساس ما الأسس التي تم اتباعها لاتخاذ هذا القرار سيدي الكريم يعني من بداية تشكل وزارة التربية والتعليم والمعارف في سوريا ونحن نتبع الأسئلة الكلاسيكية يعني الأسئلة المقالية والأسئلة التحليلية هي نفسها التي يقال عنها النظام الفرنسي نعم أما الآن فهو نظام يعني عندنا نظام مستحدث يعني هو نظام الأتمتي نظام الأتمتي لا يناسب الكثير من المواد وخصوصا مادة الرياضيات ومواد اللغات يعني أنه يحصل فيها ظلم كثير للطلاب يعني عموما في المواد العلمية نحن تتم المحاسبة على عمليات التفكير وليس مخرجات التفكير يعني هل يعقل مسألة أن يكون عليها عشر درجات لأجل خطأ في الجواب تنسف علامة المسألة بالكامل يعني هذا ظلم أما بالنسبة لاعتماد هذا النظام يعني حقيقة وأقولها يعني هنا نحن لم نساهم في وضع هذا النظام التعليمي يعني كل شيء يأتي مجهز بقالب مقولبا مقولبا يأتي مجهز ومقولبا من قبل المنسقين الأتراك ويقولون هذه الامتحانات هذه الخطة الدرسية هذه وعليكم فقط أن تنفذوا أما بالنسبة للنظام الأتماتي فهو لا يلائم لا منهجنا الكلاسيكية ولا يلائم طبيعة التدريس يعني طالب يتعلم من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر أو الثاني عشر الثانوي بالطريقة الكلاسيكية والأسئلة حتى مدرسين لم يتدربوا على هذه النوعية من الأسئلة نعم أستاذ حسين لو تحدثني أكثر عن علاقة مادة الرياضيات بالمواد الأخرى هل هناك علاقة حتى توضع معها هذه المواد؟ طبعا لا يوجد علاقة نهائيا كما نعلم جميعا هل يوجد علاقة بين التربية الإسلامية والرياضيات؟ أبدا هل يوجد علاقة بين الرياضيات والتربية التركية نهائيا؟ يعني المواد التي كانت مع الرياضيات هي اللغة التركية والتربية الإسلامية نعم لا يوجد أي علاقة حتى الجلسات الأخرى يعني الجلسة الثالية هي فيزيا وعربي وعلم أظن إنجليزي نعم إنجليزي مع علاقة الفيزيا بالإنجليزي ومع علاقة الإنجليزي حتى بالعربي لا يوجد علاقة نهائيا المادة الثالية أو الجلسة الثالثة هي العلوم الكينيا لا تبنى الجلسات على مبدأ أنه يوجد علاقة بين المواد أكيد لا إذن على أي أساس وضعت مع مادة الرياضيات صدقا لا ندري وكان ما تكلم الأستاذ محمد لم نشارك ولم نستشار ولا نعلم كيف وضعت هذه الأساس يعني وصلكم القرار جاهزا نحن عموما كما تكلم الأستاذ محمد سابقا يوجد لدينا امتحانات الامتحانات يكون كل مادة منفصلة عن المادة الأخرى ويوجد بين كل مادة ومادة أخرى يوم واحد على الأقل الآن نحن نعاني من هذه المشكلة كمدرسين وكتطلات يعني تركيز الطالب يكون مشتت بين ثلاث مواد وليس في مادة واحدة هذا أمر الأمر الآخر لا يوجد وقت كافي بين المواد طبعا هذا النموذج لو سمحت لي هو مستنسخ من البكالوريا الموجودة في تركيا ولكن البكالوريا في تركيا هي ليست شهادة أساسية يعتمد هناك في الدخول الطلاب للجامعات على اختبار يسمى بأليوس نعم فالبكالوريا يعني تحصيل حصل في كثير من الجامعات جامعة التركية أقصد شهادة البكالوريا شهادة حسن سلوك يعني أنه هي شرط لازم ولكن غير كافي وهل عندنا أيضا نفس المقاييس عليها أم تطبق فقط معايير دون أخرى بس لو سمحت لي جامعة عينتاب الجامعة التركية الوحيدة الموجودة في الداخل تطلب 30% فقط من علامة البكالوريا 70% على أليوس جامعة العلوم الصحية في الرعي تطلب 20% أو 30% فقط من علامة البكالوريا في الجامعات التركية البكالوريا هي مهمشة والأساس هو امتحان أليوس هذه التجربة نقلت إلينا ولكن طالبنا المدرسين الأهالي متعودون على أن البكالوريا هي مصير الطالب وليس أي اختبار آخر نعم ضيفي العزيزين مشاهدي الأعزاء سنتوقف لفاصل قصير ثم سنعود للحديث عن المشاكل الأخرى التي تعترض طلاب ثانوياتنا في المناطق المحررة الذين يقدمون امتحاناتهم في المجالس محلية أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين الأستاذ محمد صباح أحميدي نقيب المعلمين فرع حلب من نقابة المعلمين الأحرار أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيز الأستاذ حسين الخلاف مدرسة بياضيات لطلاب الثانوية العلمي نعود أستاذ محمد للحديث عن موضوع حلقتنا وأسألك أنت قلت إن الأسئلة تأتي من المنسق التركي والمواد لا تتطابق هل تتطابق المواد مع الأسئلة التي تأتي وإن كانت الإجابة لا فكيف نتعامل معها لا توجد معايير حقيقية لوضع هذا النظام الامتحاني وهذه الأسئلة كما أسلف صديقي مثلا مادة الفيزياء مع مادة التربية الإسلامية أو الرياضيات مع اللغة التركية هذا النظام كما قلت هو نظام مستحدث وغير معروف عندنا ولم يتدرب عليه لا طلابنا ولا مدرسينا ولا توجد جهات تربوية ومؤسسات تربوية تقوم بالنقاش وتقوم برفع المقترحات من قبل نقابة المعلمين أو من قبل الطلاب أو من قبل المدرسين إلى الجهات التركية بأن هذا لا يناسب العملية الامتحانية يناسب العملية التدريسية الموجودة في مناطقنا نعم أستاذ حسين لو تكرمت هذه الأسئلة لم تكن مناسبة للمنهاج فماذا يفعل الطالب والمعلم المدرس؟ للأسف نعاني من المشكلة هذه كمادة الرياضيات للعام الرابع على التوالي دخلت المجالس المحلية في التعليم أو تبنت موضوع التعليم من عام 2019 عام 2019 عن هيكلية التعليم أحدثك أو هيكلية الامتحانات طلب مننا من المدرسين في كل منطقة أن يرفعوا نمازج امتحانية يرفعوها لتربية كلس في مناطقنا هنا أعزاز وأخترين والراعي والمخيمات وصورا رفعنا هذه النمازج للتربية وقامت التربية من خلال مدرس مختص باختيار من هذه النمازج أسئلة للطلاب في الامتحانات وكانت الأسئلة النموذجية ولم نعاني من أي مشكلة أو خيط أو أي خطأ في هذا المجال بدأت المشكلة في العام الذي يليه عام 2020 واستمرت حتى 2023 يطلب مننا نمازج كمدرسين نفع هذه النمازج كما في 2019 ولكن كنا نتفاجأ في كل مرة أن الأسئلة لم تكن من النمازج التي نضعها قمنا بمراسلة جميع المدرسين زملائنا الذين رفعوا النمازج كنا نتفاجأ أنه لا يوجد أي سؤال من الأسئلة التي وضعناها في الامتحانات وهنا بدأت المشاكل حيث كنا نعاني في أحد العوام أتوا بأسئلة العلمية مثل أسئلة الأدبي وهذا يعني شيء بالفعل صاعق طبعا في الجزء الأول هو 25 سؤال مشترك بين العلمي والأدبي العام الذي يلي كانت هناك أسئلة لا يوجد لديها أجيب صحيحة أو أسئلة يوجد لديها أكثر من إجابة صحيحة واستمرت المشاكل في 2022 كانت أقل عدد الأسئلة التي عانينا منها من المشاكل تقريبا خمسة ولكن تفاجأنا هذا العام أنه العدد الأسئلة كبير وكبير جدا الأسئلة غير متناسبة مع المحتوى هل هذا يمكن القول عليه كما قال بعض الطلبة إنه إجحاف بحقهم؟ هو إجحاف حقيقي بحق الطالب أنا كما أسلفت أقول لو كان سؤال واحد خارجي فقط هذا يكفي لنسف لجنة وضعي الأسئلة يعني نسفها بالكلية طبعا نحن نتفاجأ أنه كل عام هناك حلقة مفرهة في موضوع الأسئلة نحن لا نعلم حقيقة من يضع الأسئلة أنا كنت أتخيل حتى البارحة أنا كنت حقيقة سأسأل ما هي مؤهلات وضعي الأسئلة لكن أجيب عن هذا السؤال قبل أن يسأل حقيقة كنا نظن أن المدرسين السوريين الموجودين في تربيات كيلس أو هاتاي أو عينتاب هم من يضعون الأسئلة ولكن تفاجأت أن المدرسين تواصلوا معي البارحة وتبرأوا من هذا الأمر وقالوا نحن مفصولين من التربية التركية من عام 2020 ولا نعلم من يضع هذه الأسئلة نعم هذا يحيلنا إلى سؤال الأستاذ محمد كيف يتم الجمع بين أسئلة لمناهج أخرى يعني طالب الثانوية يدرس منهاج ثم يأتي يقدم أسئلة لمنهاج آخر هل ستغيرون المناهج لموافقة طلبات المنسق التركي أم ستدرسون أشياء جديدة للطالب أم ستتخذون قرارات بتغيير آلية وضع الأسئلة أستاذ الكريم يعني بعض المدرسين طالبوا مديريات التربية بوضع نموذج امتحاني يعني إلى الآن لا يوجد نموذج امتحاني حتى نموذج لا يوجد لا يوجد نموذج امتحاني كي يستطيع من خلاله المدرس أن يدرب طلابه على هذه يعني توجد ضبابية لا يوجد مرجعية بالنسبة للعملية الامتحانية ولا العملية التعليم لا توجد جهة ممكن مراجهة يعني عندما تراجع مديرية التربية يقول لك اسأل منسق التركي تسأل منسق التركي يقول لك الأمر ليس موجود عندي الأمر في تركيا يعني في عملية في صراحة تغييب للعملية الامتحانية وللعملية التعليمية على العموم لا توجد جهة تستطيع النقاش معها الوصول إلى حلول ماذا ستفعلون؟ حقيقة نحن نقابة معلمين نفعل خروج الإعلام الحشد المناصرة نحاول أن نحجد التربية نحاول أن نحجد جميع النقابات نجل حل هذه المشكلة هذه مشكلة وطنية أستاذ حسين 19 مديري تربية لم تستطع أن تغير قرار هذه الأسئلة ماذا يمكن للطالب أن يفعل؟ صراحة منذ عام 2020 وحتى 2023 نعاني من هذه المشاكل كما أسلفنا نحن نطلع من التربيات حلين حل مؤقت مرحلي لهذا العام وحل دائم الحل المرحلي هو أن تشكل لجان من المدرسين المختصين الموجودين في الداخل ليضعوا يكتبوا تقرير مفصل عن الأسئلة الخارجية التي أتت في الامتحان ويرفع هذه التقارير إلى التربية في تركيا حتى يصار إلى تعديل السلم التصحيح وتوزع العلامات على باقي الأسئلة أو توضع العلامة أو تعطى العلامة لجميع الطلاب برأيك هؤلاء الطلاب المظلومون في هذه الامتحانات هل سيسكتون عن الموضوع أم سنجد أمامنا اعتراضات من قبل الطلاب أو أشياء غير ذلك؟ أخي الكريم منذ عام 2020 وحتى 2023 بعد أن أتكلم عن امتحان الرياضيات كحالي خاصة بعد كل امتحان الرياضيات يخرج الطلاب في وقفة احتجاجية أمام مديرات التربية للمطالبتهم بإنصافهم وهل تلقى أستاذ محمد هذه الاحتجاجات آذانا صاغية؟ سيد الكريم هذا الأمر مضطبط بالقرار السياسي حقيقة وليس بمشكلة تعليمية عابرة اليوم السياسة التعليمية الموجودة في المنطقة تقوم على هذا الأمر هي الضبابية وكرر وعدم وجود المرجعية نحن ليس فقط بالنسبة للامتحانات لقضية الرواتب لقضية المناهج لقضية النظام الداخلي لقضية حوكمة مديريات التربية راجعنا والجميع يقول لا نملك القرار موجود في الجهة البلية في تركيا ضيفية العزيزين الأستاذ محمد صباح حميدي نقيب المعلمين فرع حلب من نقابة المعلمين الأحرار الأستاذ حسين خلاف أستاذ بعضيات الثانوية العامة شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين وإلى حلقة جديدة وقضية جديدة نلقاكم بخير ونترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة